تنع على رسلت ولا تحبنا يوم القيامة إنك لا تحبق من معاجة يا حي يا قيوم اللهم دعني القرآن العظيم لقلوبنا بناء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن نار مخلصا اللهم ألبسنا به الحليل وأسقنا به الظليل وأسقع علينا به نعم وارفعنا به نقن وازعلنا لنا الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا التغسل لنا وترحمنا لنكون مننا الخاصرين اللهم كما جعلتنا بالقرآن مصدقين فازعنا بكلاوته منكتين وبناته معصبرين ولأواميه ونواهي الخاضرين وعند ختمه من الفائزين ولفوادي حائزين اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما ذهينا وارزقنا كلاوته آلاء الليل وتراث المهار على الغزم الذي يرضيك عنا يا ستار ويغفار اللهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من توليك وبارك لنا في ما عافيك وقنا سرنا قضيك اللهم اقتل لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معصيته ومن طاعتك ما تبلغنا به زنة ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا وازعله الوارف منا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا كريم أنزلت ذكرك للإنسان معذة تنتاج بالخير إن عبد يقرأ الذكرى فاذعله يا رب يوم العرض يسمعني يا من له الأمر في الأولى وفي الأخرى يا تاكس الضر والأرجاء مكرمتان في ذل فذلك نرجو العفو والخيرى إني بجاهك يا اللهم اعتصمني ومن يدود به لا يرهب الدهرى يا عالم الغيب والأسرار أسمعها لأنت تعلم من السر والزهرى إن اخترفت بنوبا لا عجاد لها إن اخترفت بنوبا لا عجاد لها إن اخترفت بنوبا لا عجاد لها وأنت من يغسر الزلات والوجرى يا تابغ الفضل إحسانا ومرحمة أسبغ علينا الرضا والفضل والسترى يا أرحم الراحمين نسألك اللهم أن تبع لخير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواسمها وخير أيامنا يوم لقات وزعي القبور بعد فراق الدنيا خير مناجينا ورحم في موقف العرض عليك مقامنا ربنا لا تزعلنا تتنى للذين تفروا واصلنا ربنا إنك أنهيك العزيز الحكيم اللهم سق علينا من رحمتك ما يغينا وأنزل علينا من بركاتك ما يكفينا واخذف في قلوبنا من غفتك ومعرفتك ما يحينا وعفظ علينا من رجائك ما وقربنا من محبتك ويغينا وارزقنا من اليقين ما تثبت به أسجة الأسجة نواسنا يا الله يا الله يا رب جذني مع الإيمان إيمانا جذني بالنس أحقاد الله أضغعنا واملأ فؤادي بحب الناس إنه مميس يا ربي خلاقا ورحلانا لن نفسها إلهي من روايتها فالنفس أمارة بكل يلوانا واثغى الفؤادي دين الحق يعطوني من كل سنوء وما نوقعه برسانا وانفع بيالناس في كل الأمور فما أزل أن ينفع الإنسان إنسانا واغفر إلهي بني بأننا نبتا فعطم من نركز جمح الخطيانا يا أرحم الراحمين ترجمة نانسي قنقر